بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم إن شاء الله عنا درجة جديد سورة الإسراء من آية 29 ل33 وهي عبارة عن توجيهات شرعية بلش بالآيات أعوذ بالله من اشترجين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصد فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قد لهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إذن هذه الآيات يا ثامن تتحدث عن بعض التوجيهات الشرعية تتعلق ضمن موضوعين من التوجيهات في عنا توجيهات اقتصادية ومالية وتوجيهات شرعية حين نبلش بالآية رقم 29 يقول الله سبحانه وتعالى فيها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصد فتقعد ملوما محسورا يعني ولا تجعل يدك مغلولة هي كناية عن البخل ولا تبسطها كل البصد كناية عن الإسراف إذن الله سبحانه وتعالى ينهان في هذه الآية الأولى أن نكون بخيلين وكذلك أن نكون مسرفين وقد شبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإنسان البخيل كأنه ربط يده إلى عنقه نميسك إيده وربطها على رقبته وعلى عنقه والإنسان المسرف كأنه باصط يده وهذه اليد الباصطة عم بتساقط منها كل الأموال من شدة انفاقه فإحنا مطلوب مننا المسلمين سواء كنا أسر ولا مجتمعات ولا أفراد أن نكون معتدلين متوازنين في انفاقنا لا في بخل وتقطير ولا في إسراف وتبذير إحنا لازم ما نكون بخيلين متشددين مقترين ما ننفق على أهلنا وعلى أولادنا وكذلك ما نكون مسرفين حتى أنه رح يجي يوم من الأيام لا نجد هذا المال الذي كنا نسرفه فيأخذ هذا الإنسان الذي أسرف ماله نادما على فعله الذي ضيع فيه هذا المال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بباده خبيرا بصيرا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق والإنسان مطلوب منه أن يسعى ليكتسب من هذا المال ويعمل حتى يحصل على هذا المال الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا يحذرنا الله سبحانه وتعالى من إحدى الأفعال التي كان يقوم بها أهل الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم خشية ما معنى خشية؟ خوفا من الإملاق ما هو الإملاق؟ لهو الفقر يعني الشخص بيجي لمولود فيقوم بقتله لأنه ضان بأنه لن يستطيع أن ينفق على هذا الطفل فاش يتخلص منه فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا القتل لأن هذا إنسان بريء لا يجوز له أن يقتل ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذه النفس التي وهبها الله سبحانه وتعالى للناس يعني ما بصير أي إنسان يقتل وينهي حياة أي إنسان لأي سبب من الأسباب فقتله من أجل النفقة والرزق هو من الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى وهي من الأفعال الشنية التي كان يقوم بها أهل الجاهلية وقد وعد الله سبحانه وتعالى بأن أي مولود سيأتي سيرزقه الله تعالى أي أن رزقته بيد الله تعالى ومش بس هذا الفرد رح يرزقه كمان وإياكم يعني أنتم كمان الأباء والأمهات سوف يبارك الله تعالى في رزقكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا أي أمل عظيم أن نقوم بقتل هدول الأطفال طيب الآن ننتقل إلى التوجيهات الاجتماعية ليقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانه فلا يصرف في القتل إنه كان منصورا هدول آخر آيتين بتحدثوا يا مسعنا عن توجيهات اجتماعية اللي هي حرمة النفس المسلمة النفس البشرية التي وهب الله سبحانه وتعالى هذه النفس هذه الحياة فلا يجوز لأي شخص أن يقتله فهذه من الصور الشنيعة التي حرمها الإسلام وقد وعد الله وعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يقوم بذلك فهي من المهلكات التي تهلك صاحبها فمهما كان نوع هذه الجريمة المرتكبة فلا يجوز لإنسان أن يقتل أخوه الإنسان ومن قتل له أخ أو أب أو ابن فلا يجوز له أن يذهب ويقتل أحد من أفراد الأسرة القاتل أو أن يتعدى عليه بل يلجأ إلى وليه الأمر ليأخذ له حقه وقد شرع الإسلام القصاص ليأخذ الإنسان حقه يعني الإنسان الذي القاتل يجب أن يقتل هذا معنى القصاص القاتل يقتل طب أنا أجي أقتله ولا مين يقتله الحاكم أو القاضي هو يحكم عليه بالقتل لأنه لو كل إنسان أخذ حقه بيده سوف يحدث تفكك في المجتمع يحدث جريمة في المجتمع ما رح يكون فيها عشوائية طيب الإنسان ممكن أنه يسامح بالقتل يعني ما بده يأخذ بالقصاص أن القاتل يقتل فقد شرع له الإسلام أن يأخذ الدية يعني الإنسان المقتول القاتل يدفع لمين لأهل المقتولدية يعني مبلغ من المال أو العفو أو أن يعفو عنه يحكي أنا أنا سامحتك ورح أخذ حقي عند الله سبحانه وتعالى طيب كمان في عندنا الدعوة إلى العفة دعا الإسلام إلى العفة ودعانا إلى حفظ الأعراض فحرم الزنا وعده من أقبه الأعمال زي ما شفنا بالآيات لما له من آثار سلبية في المجتمع والفرد فهو سبب في هدم المجتمعات تفكيك الأسر واختلاط الأنساب وانتشار الفساد في هذه الأرض إذا نرجع نحكي في عندنا توجيهات توجيهات اقتصادية ومالية وفي عندنا توجيهات اجتماعية توجيهات الاقتصادية ليتحدثت عن عن التوازن والاحتدال في الإنفاق ونما نكون بخلين ولا مقتلين كذلك تحدثت عن توجيهات اجتماعية له حرمة النفس المسلمة وأنه ما بصير أن نقتل أي نفس وكذلك تحدثت عن حرق آن الدعوة إلى العفة ننتقل الآن لحل الأسئلة والسؤال الأول اجتملت الآيات الكريمة على مجموعة من التوجيهات اللي هي توجيهات اجتماعية واقتصادية بيّن معنى المفردات الآتية محسور ويقدر املاق معنى محسورة نادمان ويقدر يذيق واملاق معناها فقر اقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغدولة إلى عنق ولا تبسطها إلى كل البصفة قد ملوما محسورة ثم أجب عن الأسئلة الآتية بما شبه الله كل من البخيل والمصرف بمن يربط يده إلى عنقه هاي يده يا ميس إلى عنقه والمصرف الذي يبسط يده لينفق جميع ما فيها ما النتيجة المترتبة على كل من البخل والإسراف لا يأتيانه ببخل بل يكون صاحبها مذموما عند الله وعند الناس هاي يكون تمام علل تحريم الله تعالى الزنا لما له من آثار سلبي على الفرد والمجتمع وهدم المجتمعات وتفكيك الأسار واختلاط الأنساب هيك من الفراق قتل الأولاد خشية الفقر من فعل أهل الجاهلية عدى النبي صلى الله عليه وسلم الاحتداء على النفس البشرية من المهلكات جعل الله لولي المقتول سلطة على القاتل بالقصاص أو الديتي أو الديتي أو العفو مس هون العفو تمام يعني عندنا القصاص مكتوب بالدية اكتب عندك العفو بشرط أن تنفذ بيد الحاكم أو من ينوب عنها آسف للأخطاء الموجودة خفيفة جاوب زي ما أنا حكيت هيك ممكن كملنا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر